صباح الخير صباح الفل صباح الاشتاء صباح البلد بصبح لحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناتكم صدر البلد صباح الفل يا عبايد صباح الفل أخبرك إيه؟ الحمد لله الحمد لله تبعتي مبارح؟ طبع الحفلة؟ طبع كانت في حفلة مبارح كلنا خلناها كانت حلوة جدا بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر الحفلة دي نظموا اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية وده احتفالا بالذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة كان بحضور سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقيمت الحفلة بستاد العاصمة الإدارية الجديدة وكان في حضور آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية الحقيقة خلينا أقول أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر وسنظل نحتفل به على مر السنين وعلى مر الأجيال أيضا أنا علفة نظري ثلاث حاجات بارحة لما سيد الرئيس حضن الطفل أنس فضل سينة وكمان لما وجه تحية والشكر للفنان كبير محمد منير على إصرار وأنه هو يكون متواجد بالحفلة رغم ظروفه الصحية وقال ربنا يديله الصحة وكمان أثنى السيد الرئيس خلال الاحتفالية على الحجة فرحانة طبعا وقال هنعمل حي في سينة وهنسميه الحجة فرحانة علشان نفتكر ونحفظ الجميل لهذه السيدة السينوية كل التحية والتقدير لكل أبناء مصر وكل شهداء مصر وكل اللي حربوا في حرب أكتوبر وأيضا المواطنين اللي هم وقفوا وراء جيشهم حتى تحقيق مصر طبعا كل سنة ومصر بخير صباح الفل مبارح برضو كان فيه نشاط كبير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأنه أجرى جولة تفاقدية في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية في محافظة السويس بدأ الجولة بتفاقد مشروع المبادرة الرئيسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى اللي هي تداها بحية عالتاقة وده لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين دكتور مصطفى مدبولي اختتم الجولة بزيارته لمحافظة السويس بافتتاح ممشى بورتاوفيق ممشى بورتاوفيق هو مطل على المجرى الملاحي لقناة السويس وطوله 1300 متر تمت اعمال التطوير اللي شهدها الممشى التاريخي في وقت قياسي تقريبا كان تقريبا 60 يوم يعني انت بتتكلم في شهرين بس وده بتنسيق طبعا مع هيئة قناة السويس والجيش الثالث الميداني تضمنت اعمال التطوير تجديد النصب التذكاري وازالة التشوهات والكتابات الموجودة عليه واعادته الى وضعه الاصلي بساعدنا ان يكون معانا على الهاتف الدكتور احمد صدقي المعماري وخبير ادارة العمران والتراث دكتور احمد صباح الخير صباح الضوء اهلا بحضرت دكتور احمد يعني خلينا كده نتكلم في البداية عن التطوير اللي بيحصل في عواصم المحافظات والمدن الكبرى قولي شكل التطوير ايه وهويته ايه هل كل محافظة بتبقى واخداء هوية المحافظة نفسها ولا هو التطوير تطوير عام وشامل لكل المحافظات بشكل واحد طيب هو بس علشان نبقى واضحين هو اه انا دايما لما باجي اتكلم دايما بقول الاصل التاريخي فمن زمان كان القائم على الادارة العمران في مصر جهات البلديات اه البلديات في مصر كان بتدي لكل مطاقة او لكل منطقة شخصية وهوية خاصة فمثلا بتبقى محطة مصر تلاقوها واخد الطبع الاسلامي علشان كده محطة طنطة اسلامي بينما اسكندرية طبعا تاخد الطبع الاوروبي او كلاسيكي روماني تريدا او روماني لكن السعيد ياخد الطبع الفرعوني لكن منطقة القناة تلاقوها تاخد الطبع الاندلسي كل القناة الكلام ده كان موجود من زمان جدا يعني من اكتر من مئة سنة فيه الشخصية وطابع يعني شكل معين ضامن للحكاية دي فبالتالي انت ما بقاش عندك اللازم يبقى فيه نكهة خاصة لكل نطاق للأسف طلنا ما طلنا طبعا من عقود كتيرة فاصبحت مراكز المدن بتخرج من باب المحطة من هنا لمركز العاصمة المحافظة بتلاقيها تحوالي العشوائيات مفيش ادارة واضحة مفيش مواقف كل حاجة متدخلة مع بعض باعة جائلين كل حاجة بتلاقيها موجودة او ما بتخد تخرج سعيد لما مثلا فيه صور بتورينا مثلا مدينة الزقذي من اكتر من مئة سنة كان الناس اللي هي بتوقف علشان تقدر بغال اعزاكم الله لها رخصة ولها موقفة خاص يعني حتى دي فالنهاردة اي تدخل يا جماعة اي محاولة للتجميل للتنظيم هي خطوة مهمة جدا خطوة على الطريق الصح متأخرة بس معلش دي يعني كويس جدا وده شيء رائع لكن احنا النهاردة قبل ما نقول ان احنا عايزين نتكلم على اعادة الشكل والهوية والتراث لكل محافظة من الاصل احنا بنعمل عمليات انقل وهو ده اللي بيتمه شفناه النهاردة مثلا مامشا حلو جدا جميل ان شاء الله يمتد لبقية المدن اليد اللي هي الاصلاحية دي او يد التطوير بازنه طب دكتور احمد حضرتك شايف ايه المناطق المهمة تاني اللي لسه محتاجة تطوير والله احنا بما ان احنا ابتدينا بالنسبة للسويسي بقى المفوض ان احنا نمتد لكامل نطاق القنال وده السعيد بتصتصرخكم وطبعا مش عايزة تكلم على الاسماعيلية لما بنيجي نتكلم على المامشا السحي برضو كان فيه مامشا ما حصلش موجود فيه التراث بتاع ترسعيد عبارة عن تراث بيضاهي تراث البيوت الخشبية اللي في لويزيانا بل بالعكس بيفوقوا وكان مهتم بيه الفرنسوين ومازالوا على فكرة فدي محتاجة تدخل سريع كان في 2012 عاملنا ما تهددش يا دكتور احمد البيوت الخشبية دي لا اتهد منها كتير وكان بيحصل نتيجة الفساد محليات كتير وحاجات كان بتحصل ايوة لان انا ليه بسألك السؤال ده انا كنت بشوف في الافلام القديمة البيوت الخشبية دي موجودة احنا دلوقتي كان هم 505 فدخالي لما كانت الحركة في 2012 وصل ان هما بيوقعوا بيت كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع لدرجة انفعه لشان كده بتتلحق وفي مجموعة من كان فيه شباب بورسعيدية كانوا جدعان جدا وبيشتغلوا مع هيئة الاليانس فرنسي ومجموعة من الوطنيين من بزنس من اهل بورسعيد عايزين يعملوا او عملوا بورسعيد التاريخية وبيحاولوا يعملوا حاجة انا بتكلم على نطاق اللي هو القناة السويس مدن القناة مدن القناة ده قطاع ده في حد ذاته رهيب جدا لدرجة ان كانت المسؤولة عن برنامج التراث والثقافة وكان اسمها دكتور تمارة من جورجيا اللي قبل المسؤولة الحالية في مكتب تمسيل اليونسكو في القاهرة كانت عندها مشروع كمان وفكرة طموحة جدا وغيورة على تراث المصر يمكن اكتر من مصريين انها عايزة تسجل كل اقليم القناة عبارة عن تراث عالمي ليه؟ لان ده اكبر مجال او اكبر نطاق مائي او قناة مائية محفورة بيد الانسان فهو عمل انساني وبالتالي يستحق هذا بكل بقى اللي عليه يعني بكل المباني اللي عليه بكل المعالم اللي هي زي النصب التسكارية اللي موجودة عليه حتى فيه في الإسماعيلية وفي غيره اللي بتجسد الحرب العالمية الاولى والحرب كل كويس ان انت جبت بقى سيرة النصب التسكاري يعني انا يمكن لما قريب في الخبر ان النصب التسكاري تم ترميمه وتطويره لانه كان عليه كتابات كتير لو حنقول عليه كتابات كتير يعني معرفش العادة اللي عندنا كمصريين ان احنا نكتب على الشجر وعلى الجدران وعلى الحاجات دي ده بفعلنا احنا يعني الموضوع مش فساد محليات ده ده فساد مواطنين لا بس ده اسمه جرافيتي وموجود في الدنيا كلها لا الجرافيتي حاجة يا دكتور احمد والناس اللي تكتب احمد بيحب مونة ويا ريت اتنتقابل ده احنا بنكتب على ورق الفلوس يا فانو والناس اللي بيجروا يحطوا مونيكير للتمثيل بتاعة مايكل انجلو واللي بيحطوا للحاجات دي في اوروبا ما هو برضو نفس الشيء بص حضرتك انا ما بدعمش ده ولكن في نفس الوقت بقول ان في ادارة يجب ان تكون لمواقع التراث وانها المفروض انها يكون فيها اهتمام اكتر من كده وانها تبقى داخلها ويحصل فيه ثوعية اكتر فين وزارة الثقافة فين الحاجات اللي هي بتقول ان بيحصل فيه تصميم بيحتوي على حاجة زي دي حتى كان يسمع اساسا ان فيه مونيمنت او معلم او نصب تسكاري موجود في القنال احنا نفسنا هتلاقي ان المصرين كتير ما عندهمش فكرة بيه لان انت اساسا مش عاملة كان احنا بنسميه ده انتلكتشوال بارك يعني بنسميها الحاجات دي مثلا بتلاقي التعامل معها بالشراصة دي بتبقى اقل شوية لما بتبقى مثلا داخلها فيه تصميم بارك زي المسالة اللي موجود بتطل على النيل او غيره لان انت مدخلها لان انت حطاله اهمية لكن هو شايف حاجة قدامه بدأت كمان مفيش توعية كافية ودي بتحصل معاكي بالاسلوب ده طب انا هقول لحضرتك حاجة انت عندك فيه اثر مسجل النهاردة الدولة تعاملت معاه على انه عبارة عن ركام الا وهو الاكوا داكس او مجرى العيون الخاص بالدولة الطلونية احمد ابن طلون والنهاردة تحول لركام وتبنى فوق كبري موجود في القاهرة يعني ورا الفستات طب داي برضو ايه احنا محتاجين نبص بنظر فهم ووعي نوعي مسؤولينا قبل الشعب كمان علشان الشعب نفسه يقدر يفهم ذا لان كمية التدمير اللي بتحصل النهاردة ضد التراث هي بكل المقاييس جريمة مش هيقوم بيها قعد عدو لمصر عايز يمسح هويتها البصرية والدليل الشخص اللي بيحصل دلوقتي في الجبانة بتاعة تورب المملك اللي احنا بنعتبر لها قيمة روحية كمان بس احنا مش عارسين وللأسف انا بستغرب ازاي فضيلة شيخ الازهر ما تكلمش على البقيعة التانية دكتور احمد صدقي معلش رجعني تاني للسويس رجعني تاني للسويس لان السويس يعني خليني لو احنا بنتكلم على مدن القناة يمكن الاسماعيلية حصل فيها تطوير وتغيير بشكل كبير بورسعيد ايضا السويس فضلت لفترة طويلة لم تطلها يد التطوير فان ده يحصل بالوقت في السويس بتيالي دي خطوة مهمة جدا يعني والله ان هو يحصل في السويس وفي كل مدينة دي خطوة مهمة جدا وحلو جدا ان في الاهتمام بالعمارة والتراث بالشكل ده احنا بقى كمان بتقولي حضرتك حصل الاهتمام في بورسعيد او غيره والله انا مش شايف حتى ان الاهتمام اللي حصل في بورسعيد برضو كان مدروس كفاية لا انا عايز بقى ان يبقى فيه مامشى جميل على فكرة ان احنا يبقى لنا اطلالة بحرية في كل مدننا ده حق عمراني للمواطن والمدينة النهاردة لما تبقى متحضرة لسكانها بتبقى متحضرة جدا لضيوفها وده كان المبدأ اللي اتعامل مثلا في اديمبرا في سكوتلند حتى في مساق لان كل مدينة بيبقى لها مساق تطوير خاص بيها فبالتالي بتقدر تكتذب سياحة اكتر وبتقدر تزاود عدد الساعات السياحية وترجع زي فكرة وكاننا زمان لما نطلع رحلات المدرسة وتطلع مهمة نتمنى ان ده كمان يعدي بالاجاب الاسماعيلية وفور سعيد وتمتدله يد العبران والتطوير بيزني ان شاء الله تبقى دكتور في رأيك ايه اهم المناطق اللي هي محتاجة لتطوير وبشكل عاجل انا زي ما قلت لو احنا هنحدد نفسنا في اقليم القناة دلوقتي يبقى هي فور سعيد بسرعة علشان خاطر نطاق منطقة فور سعيد كوزمو بوليتان وخاصة ان فيه النية وفيه تواجد شعبي وفيه التفاس الحكاية دي مع مطالبة كمان من الشباب بيقولوا مثلا احنا ما عندناش حاجة زي سائط الصاوي ما عندناش انشطة ثقافية المناطق اللي هي الكوزمو بوليتان بتتحول الى حاجة بنسميها انتلاكشوال سيتي او بنسميها كرييتف سيتي يعني بتبقى المدينة نفسها خلاص مش منطقة اعمال ولكن بيبقى نطاق نشاط ثقافي محتاجين نتعامل مع الحكاية دي المامشا اللي هو كان شرع فلسطين مثلا في فور سعيد ما كانش ابدا ينفع يتعمل عليه سوق وفي الاخر يتحط سوق كمبيوترات يزد مداخل الشوارع اللي هي من شرع الجمهورية بوصلة لشرع فلسطين اللي بيبصة على المينة علشان خاطر تمنع منظر المية او تمنع منظر البحر للمشاه من شوارع فور سعيد اللي هي متصممة بالشعكة الديزاين اولا زي رؤية الشطران كل الصفات العمرانية دي محتاجة للتعديل والرعاية دلوقتي كذلك اللي اسمه عليه بس انا برضو برجع وبقول ومعليش وانا ااسف برضو تاني من فضلكم من فضلكم بصوا مرة تانية للمخططات بتاعتكم اللي انتو بتعملوها في منطقة ترب الممالي لان المنطقة دي بتتدبح النهاردة ده وجبي قدام بلدي وانا بناشد النهاردة دكتور مدبولي خلفيته زي بالزبط عمراني معماري واعتقد انه هيبقى فاهم كويس جدا الحكاية دي حتى لو هيعمل انشاءات وممرات وكباري يقدر او يوصلها بانها تتعامل بشكل يرحم وينقذ كتير جدا من القيم الروحية في المنطقة دي ده اسمه البقيع التاني الحاجة التانية السوليدير بجلة تقدلها بيروت اللي الصمت فيها بملايين النهاردة لما اكتشفوا فيها اثار روماني وغيرها النهاردة عملوها باركو وحولوها ودخلوها من ضمن السكين بتاع المنطقة رغم ان كل الحكاية عبارة عن فلوس واستثمرات ما بالك بقى منطقة لها قيمة روحية ما تكون فيها اكتر الصحابة في فتح مصر دكتور احمد صدقي المعماري وخبير ادارة العمران والتراث احنا بنشكرك شكرا جزيلا نروح لمبادرة اسمها مبادرة السوق سوق اليوم الواحد للمزارعين اطلقها وزير التموين في اسكندرية مبارح واندي تعتبر بتمثل خطوة جديدة ومميازة في دعم القطاع الزراعي بتفتح المزارعين فرص حقيقية لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين بعيد عن وسطاء السوق اللي بيأثروا على الأسعار المبادرة دي مش بس هتساهم في تخفيض الأسعار وتقديم منتجات طازة للمستهلك لكن كمان بتمثل نموذج للتعاون المسمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية طبعا ده علشان نحقق التنمية الزراعية المستدامة خلونا نعرف اكتر عن المبادرة وهيكون تأثيرها ايه على السوق المستهلكين من الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التموين الأستاذ نشأت حمدي صباح الفل صباح الفل يا فدي بعد حيث كل السادة مشاهدين بداية كده حضرتك شايف المبادرة مبادرة سوق اليوم الواحد هتكون خطوة لدعم المزارعين وتخفيف الأعباء على المستهلكين بكل تأكيد طبعا المبادرة سوق اليوم الواحد بتأتي في إطار الخطة الحكومية لتخفيض الأسعار مواجهة جشع التجار بشكل أساسي من هنا كان هناك من ضمن الخطوات المهمة لدارة التموين من خلال جهاز سمية التجارة الداخلية هو تتعاون مع اتحاد الغرف التجارية من خلال إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد طبعا خلنا بس نأكد أن المبادرة دي تمت من خلال العديد من الجهات الدعيمة لها منها المبادرة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض المتوسط والتحاد الزراع الإيطالي وغيره من منظمة أسواق المزرعين الإيطالية يعني هي مبادرة ليست تيينة لا فيها قطاعات كبيرة متداخلة فيها الهدف فيها بشكل كبير جدا هو توفير السلع للمواطنين بشكل أساسي الفكرة قائمة طبعا أنه ما يكونش في حلقات تداول كتير فيها طبعا عارفين أنه السلع اللي بتوصل الأسواق بيتم شرقها من المزرعين المزرع يحودها من تاجر لتاجر لتاجر وكل واحد في حلقة التداول ده بياخد هامش ربح فبالتالي ما بتوصل للمواطنين أكيد وبيحط الهامش على مزاجه وبنشوف طبعا تفاوت الأسعار وكده طب إيه التحديات الممكن تقابل المبادرة دي لأنه أهلين الفلاحين يعني متخصصين في أنهما يزرعوا وكده هل هيعرفوا يعملوا الجانب اللي هو التجاري منها دي اللي هو البزنس هو بكل تأكيد طبعا تم دراسة الأمر لأنه زورت حكي أنه هو فيه جهات جتير متعاونة في الموضوع الغرف التجارية قامت بتدريب المزرعين على فكرة تعبئات وتغليف المنتجات وعرضها بالشكل المناسب والشكل أنا شاب بس أنه لو فيه تحديات هو هيكون فكرة الفهلوة اللي بعض الأحيان بيلاقي عن بعض التجار أنه ممكن دلوقتي فيه رقابة بعد شوية ما فيش رقابة فنضطر نحن ترجع برضو ريمة العديسة القديمة الفهلوة دي حاجة في الدم المصري طبعا أنها موجودة كثير جدا فهو دي الفكرة تخوف الوحيد أنه ممكن بعد عدم موجود رقابة مع الوقت يرجع تاني المزرعين أن يأخذوا ضر التجار ويزود الأفعار فبالتالي لازم أنه يكون هناك رقابة مستمرة من مزارة التموين وأن يكون فيه متابعة للأفعار أستاذ نشأت يعني أنا يمكن من الفيديوهات اللي بتتعرض دلوقتي خليني أقولك أنا شايف الجانب الإيطالي موجود ويعني لما بتسافر برة سوق اليوم الواحد ده موجود في كل مكان ودايما بيختاروا أيام الأجازات اللي هي بتبقى مثلا السبت أو الحد بيبقى معروف أنه فيه سوق ومش بس بتعرض منتجات زرعية لا ده بتتعرض اللي عامل كيك واللي عامل عسل وفيه ناس بيبيع قهوة يعني كل حاجة واللي بيبيع عامل إكسسوار واللي بيبيع هدوم وده زي المزارات تمام يعني من الواضح أنه كل واحد واخد بوث كده وزي المزارات لكن اللي أنا عايز أقوله لك أنه ده موجود برة وناجح جدا والناس بتستنى السوق ده لأنه بيبقى في أيام أجازتهم بيروحوه وإحنا في مصر هنا في القرى بتاعتنا كان فيه السوق اللي الناس بتنزلوا بيبقى مثلا ده سوق الجمعة ده سوق مش عارف إيه كان فيه كلام ده يعني الفكرة ليست بجديدة وفكرة نجحة يعني هي فكرة نجحة جدا لما بيتمش توسحها أو تطبيقها على مجاة في محافظات متعددة يعني أنا أتصل مع حركة صبعا أن فكرة السوق اللي الواحد هي موجودة في معظم كمان حتى الآن في قرى الجمهورية بالصبصة بدأوا يبحثوا عن أن زي سد الصغرى اللي موجودة فيه المحافظات الكبرى وكانت البداية من خلال محافظة الإسكندرية وطبعا الجانب الإطالي ركز على محافظة الإسكندرية تحديدا في أول مبادراته بسبب وجود عدد كبير من أبناء الجارية الإطالية في الإسكندرية وده كان عامل مهم لإسكندرية تحديدا اللي تم فيها نقطة الانطلاق كان فيه تصريح لاتحاد الغرف التجارية على سيد رئيس الاتحاد السيد أحمد الوكيل قال فيه أنه خلال الفترة اللي جاية حيتم استتاح عدد آخر من الأسواق في ست محافظات ويوجه مناجدة لوزير السامية المحلية باعتبار أن المحافظات في الشريك أساسي من خلال توفير الأرض اللي بيتم إقوامة المعارضة عليها وقالنا تمنى أن وزارة المال محلية توفر لنا عدد أكبر من القطع يا فادم أنا عايز أقول لك حاجة أستاذ نشأت أن السوق اليوم الواحد ده موجود برا في كل منطقة مش في محافظة مش في كل محافظة لأ ده في كل منطقة يعني تلاقي في المكان ده فيه سوق هنا ده تلاقي صحيح ده عادي واللي بيبيع سندوتشات يعني هو سوق متنوع طبيع بس كان بس نتفق برضه أنه فتك السوق الواحد دازم يكون لها أماكن باشتراسات معينة أنا ما نفعش أجي في مكان عام وفي مواصلات وفي حركة المواطنين وأقفل المكان فبالتالي لازم يكون هناك اختيار محدد للمكان لأنه إحنا عندنا برضه مصد دولة كبيرة فيها حركة كبيرة من المواطنين فما نفعش أن أنا أعمل سوق في مكان في حياة يؤثر على قطاعات أخرى فمن هنا كان لابد أن وزارة التنمية المحلية تقتر الأماكن المناسبة أنه ما يكونش فيها تأثير مباشر على حركة المواصلات أو حركة المواطنين بترددها على أماكن الحكومية فهي دي الفكرة ليه ما تمشي ما هو الفكرة يا فرد بسوق اليوم الواحد ده بيبقى في يوم الأجازة يعني دايماً بتعمل في الأجازات يعني هي دي الفكرة يعني أنا أتفق مع حضرتك ولكن خلينا برضه نقول أنه بطبيعة الحال يعني طبيعة المجتمع المواصل تتفقى في مجتمع الأوروبي يعني أنا مثلاً مش هنزل يوم أجازتي مثلاً أجي من آخر المكان عشان أجي لأ إحنا بنتعودين دايماً ما هو دي النقطة يا فندم آخر المكان ليه أنا لو كل حي معروف أن فيه سوق مثلاً بيبقى موجود إحنا بقى بالنسبة لنا أجازتنا جامعة وسبت فإحنا يبقى السوق موجود زي لما كنا بنقول سوق الجامعة وسوق السبت وسوق مش عارفة إيه خلاص أنا عارفة أننا كل جمع حقدة رنزل في جبنة قريش في بصل في خيار في عسل في لبن في وطافر بقى إيه اللي حاجت تتكلم فيها فعلاً مطروح على أجندة وظافة التموين وزير التموين أكد أنه حيثم أكتر من نقطة في رأس سوق واحد حيكون في المحافظة الواحدة أكتر من مكان لعدة أسواق برضو بسبب أنه يكون قريب من المواطنين ويسهل عملية البيع خاصة أنه نحن شوفنا الفترة كان فيه موجة كبيرة من صفحات الأسعار وهي خطوة مهمة جداً من أجل القضاء على تلك الظاهرة اللي دايماً بنشوف هناك جشع كبير من التجار سحيح أستاذ نشأة حمدي الكاتب المتخصص في شؤون التموين أنا بشكرك شكراً جزيلاً سنعايز أقولك على حاجة عبيدة يعني أنا بروح أسواق اليوم الواحد موجودة على فكرة في الزمالك وفي المعادي وده بيختاروا مكان وشارعوا بيبقى معروف وبننزل وبتتبع حتى مش بس كده بتتبع حاجات البيت يعني تلاقي ناس اللي بتبيع فنجيل بتبيع كل حاجات خزف تتبع أسعارها حالة تتبع أسعارها طبعاً أحسن المحلات بكتير يعني واللي بيبيع كيك واللي بيبيع جبنة واللي بيبيع عيش واللي بيبيع يعني كل حاجة بتلاقيها صح يعني صح نتمنى أن نشوف ده طبعاً في كل المحفظات وكمان في كل منطقة صحيح صحيح تعالي نشوف درجات الحوارات لا لا عندنا ندى باهي الأول نسوء الأبور ومعها شايفة معها وراها برطقان وإيه اللي ورده ده بطيخ صوار مش عارفة بتاقي لي دي مانجة بس أنا ما عرفش نوع المانجة دي بس أنا شايفها وراها برطقان بس البرطقان لدي شكله لسه أخضر يا نادا صباح الفل صباح الفل يا نادا صباح الفل عليك يا سيدة رشا ويا عبايدة صباح الفل على سيدة المشاهدين مشاهدين صباح البلد طبعاً متعودين معاكم دايماً في صباح البلد أننا نعرض لكم أهم أسعار السلع الغذائية وإحنا النهاردة موجودين في سوق العبور واللي بيعتبر من أكبر أسواء الجملة وبالتحديد إحنا النهاردة موجودين في سوق الفكهة علشان نعرف أنواع الفكهة الموسمية إيه وإيه الفكهة اللي موجودة معانا النهاردة والأسعار الفترة اللي جاية هتكون إيه لأن احنا سمعنا ويعرفنا من بعض التجار إنه يكون فيه انخفاض في بعض الأسعار فإحنا معانا أحد التجار المعلم خلف صباح الفل أهلا بحددك اتفضل كلمني بقى عن الفكهة النهاردة اللي موجودة معانا وأسعارها إيه أسعار كويسة عندنا رمان حلوه بـ 12 جنيه وعندنا شمام وفيه تفاح أسعار الأسعار الرمان إيه أسعار الرمان من 12 جنيه لحد 15 جنيه من 12 لـ 15 أه أنا عايزة فيدي فكت إيه ده شمام بس هو ليه لنقض مخضر هو كده التاوي بتاعته خضرة ده برضو بـ 12 جنيه ده وبـ 10 جنيه وفيه حاجة أغلى شوية كمين وراء شوية ندى هو السوق فاضي ليه عمك النهاردة من 10 و 12 برضو 9 جنيه و 8 جنيه هو النهاردة السوق فاضي؟ لأنتي جاء متأخرة لأ متأخرة إيه ده معانا كل يوم زرع بيرزل بالنهاري كتير إحنا دلوقتي مش الطبيين يعني أنتم مفروضة أصلاً المعاد اللي بيبقى في ناس كتير بيبقى وات بقى في إمتى الساعة 5 العصرية بعد العصر المغرب إنتوا بتبدأوا من الليل؟ عصرة آه كده مشطبين يعني إحنا قولي بقى البرتقان دلوقتي إيه البرتقان اللي طلع دلوقتي؟ عندنا برتقان بزرة هو بتاع العصير آه برتقان بزرة بتاع العصير دوت للعصير وفيه برتقان بصرة برضو بـ 8 جنيه حلوة يعني كويس حاجة حلوة طب إمتى نقدر نقول إن إحنا ابتدنا ندخل على فاكهة الشتة؟ ما إحنا ندخلين على الشتة كده آه الفاكهة هو البرتقان فيش غير البرتقان بس البرتقان لسه أقدر يا نادا سأليه يعني لسه ما بيغرميش قوي إن أنا أشتري أنا اشتريت برتقان مدارح وخدت مقلب؟ عشان لسه بشايع طب يعني البرتقان دلوقتي أقدر يعني الناس دلوقتي ما تشتريش البرتقان تستنى عليه شوية؟ وليستنى شوية برضو هيحلوه ويجيب اللون بتاعه على صفر طب ماذا؟ الممكن تسألين الفراولة جاية إمتى؟ في طعن نزل شوية لكن يحلوه إمتى؟ لما يصفر الفراولة بقى هتبدأ تنزل إيه؟ الفراولة لسه شوية لحد شهر اللي جاي ده إن شاء الله يعني الشهر اللي جاي نبدأ نشوف الفراولة بقى في الصفر؟ إن شاء الله 11 كده تاكل فراولة طب إحنا نقدر نقول إن إحنا خلوس ودعنا المانجا ولا لسه فيه مانجا؟ لا لسه فيه بقى تشاطيب إيه التشاطيب؟ تشاطيب يعني في آخر السنة لسه فيه مانجا برضو موجودة إيه النوع اللي موجود دلوقتي؟ مانجا كيت إيه مانجا كيت؟ بتتخزن آه وبياخدوها بتوع العصير إيه بيبقى شكلها إزداء المانجا كيت؟ كبيرة شوية الحباية كبيرة شوية لا خلصت برضو جوا كان عندي بس بقولك شطابنا دلوقتي موجودة يالا موجودة يالا في السوق كتير كتير اه كلمني بقى الأسعار الفترة اللي جاية اللي ايه؟ الأسعار أسعار ايه؟ الأسعار يعني هترتفع ولا هتنخفض ده حاجة بقى يعلمها ربنا دي الأسعار بيعلمها ربنا لما بتكتر الحاجة والجو سليم وحلو مفيش تقلبات في الجو هو اللي بيتعب نحنا تقلبات الجو زي النطرة زي الحر الشديد زي السعة الشديدة برضو دي اللي بتتعمل فاكهة والفاكهة بس دلوقتي لا في نطرة ولا حر شديد هتقل إن شاء الله إن شاء الله يعني الجو جميل دلوقتي مفيش لا نطرة ولا حر شديد يبقى الأسعار ايه؟ يعني كتير الجو حين؟ وجو مش على كده الخير هيجي كتير يعني الأسعار دلوقتي تعتبر انها قلت عن الفترة اللي فاتت؟ كتير اه بسبب الجو الكويس وكويس اه لكن الأزمة اللي عدينا من هداية بتاعة الصيودية الحر الشديد اللي انت شوه تيدي ده اكمل؟ تعمل شكرا لحضرتك لا قبل ما تقولي له شكرا يا ندا قبل ما تقولي له شكرا هو كان نفسه يمسك المايك دي له مسكة كده عشان كان نفسه يمسك المايك بس اتفضل اتفضل المايك حضرتك اهو حققنا لك أمنيتك حاج اهو عندنا شمام وعندنا رمان الفكهة طيلا حاجة حلوة وعندنا شمام برضو بعشرة جنيه حلو شكرا اه العافة ست شكرا الله حضرتك اه شفتي الفكهة طلعت وديك جيتي مادني لما مسكتين مايك لأ وضحك و بس الحاجة ده مخفيف يا ندا اه فعلا نحا اشكرك شكرا جزيلا زمالتنا اتفضل لنا الاسعار اسعار الفكهة ايه اتفضل يا ندا اقولي اسعار الفكهة ايه ايه الاسعار النهاردة ان الكيوي موجود عندنا الرمان عندنا ب 12 جنيه وعندنا كمان البرتقان بدأ سعره 13 جنيه عندنا كمان المانجا الكيت اللي هو لسه قيلها سعرها في متناول يعني حاجة 23 جنيه عندنا كمان سعر البرتقان دلوقتي السعر البرتقان الاخدر سعره 15 جنيه ولسه الفترة اللي جاية الاسعار هتنخفض اكتر ان شاء الله احنا بنشكر زمالتنا ندا باهي كانت معانا من سوق العبور عرفتنا على اسعار الفكهة ايه وايه اللي موجود انت اشتريتي قلتي برتقان ما انت غلطان اشتريت برتقان مبارح انا بشتري برتقان العصير حلو لان انا ما بحبش بسكر اشتريت مبارح برتقان بقى نفسيا كل برتقان قلت جيه بدري اخضر ومزز وناشف بدري 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 لأ بس انا عايز اقول لحضراتكم حاجة اخدوا بالكم ورجعوا الفيديوهات بتاعتنا عبيدة كل مرة اي حد من زمالنا بيبقى في سوق العبور تسأله هو الفراولة تلعت ولا لأ كل مرة تسألي سؤال الفراولة يا عبيدة مضطرة اقول ليه مش عارف ايه حكيتك مع الفراولة ابني بيسأل على الفراولة كل نص ساعة مامي فراولة مامي فراولة لسه مجاتش هو لسه مش فاهم ان هي لسه مجاتش فاعد بقى اعمله حاجات من مشتقات الفراولة جلي بالفراولة مربة مش عارف ايه بالفراولة انا عايز فراولة طيب يعني عشان كده يا جماعة يعني على الله مش انت يعني لا وانا بحبها وانا بحبها الصراحة فاكتي المفضلة بتتمحك في بناء وهو غالبا بيحب الفراولة لان انا وانا حامل كنت باكل فراولة بس اه طب حلو اوش صباح الفراولة صباح الفراولة طب تعالي بقى الجو حلو جدا بس الدهر ببقى حر شوية بس خلاص بالليل برد بالليل برد انا اعرفش يعني انت بتقولوا بلليل برد بس بالليل برد اتسي طبعا بتمقي بكل يرز بلبن مع الملايكة لا بالليل برد بالليل برد لكن تعالوا شوف درجات الحرارة هتبقى النهاردة في بعض محافظات كومهورية وبعض العواصم العربية بعد كده عندك صحافة عندي جولة في الصحافة استنون موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحجم الضربة اهدافها وكان سقف التوقعات مرتفع جدا انه الضربة هتشمل قواعد السواريخ الايرانية المحطات النووية المنشآت النفطية جات الضربة فجر امس خلوني اقول ان الضربة كل المحللين وكل اللي قالوا انها كانت شكلية مجرد رد اعتبار مش بس شكلية في بعض التحليلات واصلت انه هو ده تجمع امريكي اسرائيلي ايراني بالاتفاق بينهم نعمل شوية الحاجات دي كده ونقول كده وهي اسمها ضربة واسرائيل رد تعتبرها مش بس كده ده كمان موكلات انباء ايرانية اكدت انه تم ابلاغهم بتوقيت الدربة عبر وسطاء وهو نفس اللي حصل من قبل كده مع الدربة الايرانية وده بيطرح سؤال هل احنا قدام مفاوضات سرية لخفض التصعيد ولا احنا الضربة بداية لمزيد من التصعيد ايه القادم على الساحة اللبنانية والساحة الفلسطينية طبعا ده اللي هنعرفه من ضفنا دكتور اسامة شعث الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية صباح الفل يا دكتور منورنا في صباح البلد صباح الخير يا دكتور صباح دكتور اسامة يعني هاخد من كلام عبيدة هل الضربة جس نبض ايه اللي حيحصل ولا هو اتفاق سري ما بين امريكا واسرائيل وايران يعني بداية صباح الخير لكم ولمشاهدين جميعا والحقيقة انه هذه الضربة جاءت في اطار الرد الاسرائيلي نتنياهو لديه حسابات والولايات المتحدة لديها حسابات وايضا ايران لديها حسابات كلهم يعني يتحدث او يعمل بطريقة بحيث يضمن يعني تعزيز مكانته وحضوه في على المستوى الداخل الاسرائيلي مثلا او حتى على المستوى الاقليم بشكل عام نتنياهو عندما قرر ان يضرب هذه الضربة هذه الضربة جاءت بتلت اهداف الهدف الاول اراد بشكل او باخر ان يوصل رسالة الى ايران انه قادر على الوصول وان الطيران الاسرائيلي يستطيع ان يخترق الاجواء ويتجاوز الحدود اللبنانية والاردنية والسورية والعراقية ووصولا الى الاجواء الارانية هذا اولا ومن ثم النقطة الثانية استعادت قدرة الاحتلال الاسرائيلي على الردع امام شعبه عندما تآكلت في اكثر من مرة امام شعبه دي شوية لانه لما حصلت الضربة الداخل الاسرائيلي كله ضد نتنياهو قال له دي كانت فرصتك وان الضربة ملاش اي معنى يعني اللي انت عملته ده ملوش اي معنى خاصة لو خدنا بن غفير والجانب اللي هو المعارض لنتنياهو كلهم كانوا ضد الضربة ايه اللي انت عملت لك بن غفير واسموت ريش عايزين اكتر تصايد طبعا لانه هناك المجتمع نتنياهو قائم بالمناسبة المجتمع الاسرائيلي منقسم الى قسمين القسم الاول الذي يميل الى المزيد من التطرف وهو يشكل الان الحكومة ونسبته على المستوى المجتمع الاسرائيلي بما يعادل 54% من توتل المجتمع الاسرائيلي وبالتالي اليسار الاسرائيلي او ما يسمى بالصهيونية الاسرائيلية من لبيد و جانتس حتى جانتس ليس يساري وانه وسط يعني يسار الوسط ولكن بالمجمل كل المعارضة لا تشكل 45% او 46% على حد التقدير الان نتنياهو عندما يخاطب يخاطب ويغازل جمهوره الحقيقي اليميني لا يهم الطرف الاخر لانه بالمجمل هم ليسوا يعني اعضاء في الحكومة ولا يشكلون اي عبء او اثقل عليه هو ما يرضي اليمين الاسرائيلي اذا ما قرر ان يضرب في لبنان يسقط يقتل حسن نصر الله يقتل مسن هنية يقتل السنوار او يقتل هذا وذاك ويضرب هنا وهناك ويستهدف كل ذلك يدغضغ العواطف لدى اليمين الاسرائيلي الموجود داخل الاحتلال السرائيلي وعلى رأسهم بن جفير وعلى رأسهم اسموت تريتش الذي يدعو للاستيطان في قطاع غزة الان وبالتالي هؤلاء يعني سعداء بهذه الضربة لكنهم مزعجين من نتنياهو لانها الضربة لم تشكل يعني الحلم الذي كانوا يحلموا فيه عايزين كانوا ابادة كبيرة جدا ضربة في النووي ضربة في الاهداف النفطية تحطيم ايران تحطيما كاملا هذا كان مخططهم لذلك نتنياهو لعبها صح زي ما بقوله ضربها ضربة محدودة يهدف اولا في هذه الضربة استهداف مش استهداف النووي ولا استهداف المفاعل النووي لانها فيه هناك صعوبة في هذا الامر مصانع الصواريخ بالضبط استهدف مصانع الصواريخ فقط طائرات المسيرة والدفاعات الجوية لانه في حال يعني مستقبلا لو فكرت ايران ان تضرب مرة اخرى في خلال مثلا شهر خلال اسبوع خلال اسبوعين انا كاحتلال او كاسرائيل ضربة مباشرة الدفاعات الجوية وبالتالي استطيع العودة مرة اخرى بالضبط هو فعل كما يفعل دائما في الحروب السابقة حتى معظم جيوش العالم او دول العالم تقوم بالضربة الجوية اولا الضربة الجوية تحطيم خضرات الدفاعية للطرف الاخر هذا ما حصل في سبعة في تلاتة وسبعين في ستة اكتوبر تلاتة وسبعين دخلت مصر بالضربة الجوية استهدفت كل الدفاعات الجوية الاسرائيلية حطمتها على الارض نفس الامر في سبعة وستين هم فعلوا ذلك الضربة الجوية تحطم كل الدفاعات الجوية والطائرات وغير ذلك على الارض حتى تقوم بتخفيف العبء مستقبلا في الضرب لذلك نتنياهو لم ينجح بالنسبة الكبيرة وهي ضربة شو تقريبا لكن هو استهدف الضربات الدفاعات ومحطات الصواريخ وغيره النقطة الثانية وهي الاهم انه لا يريد ان يزعج الادارة الامريكية الادارة الامريكية جاء بلينكين الى المنطقة خصوصة في هذه النقطة عندما جاء الى المنطقة جاء الى المنطقة بصورة انه يريد وقف اطلاق النار في غزة ده اللي كنت لسه اسأله لحضرتك هل نقدر نقول ان اسرائيل خضعت لخفض التصعيد وخصوصا من جانب الارض هي خضعت الى هذه النقطة لان هناك ازمات مشتعلة في الولايات المتحدة ومشاكل كبيرة جدا والانتخابات على رأسها تحديدا الصراع المحتدم داخلين والولايات المتحدة ليست بواردها ولا في حساباتها ان تدخل في حرب اقليمية موسع اذا ما قرر ان يضرب بشكل كبير في ايران انا اعتقد ان روسيا لن تسكت والصين لن تسكت مصالحهم هي دي بقى دكتور نبيل هل يعني في انتظار انه عايزين ان بايدن يخلص مدته ويمشي بدون هذه الحرب او هذا الشكل هل نتانياهو منتظر نتائج الانتخابات الامريكية او هو بيحلم الله العالم طبعا هو مش بيحلم من اللي حيفوزه بس طبعا هو بيتمنى ترامب لانه هو الوفي ليه ترامب ومقرب ليه هل بعد الانتخابات الامريكية في حال في حال ان الله العالم لانهما متسويين سواء كاملة هاريس او ترامب في حال فوز ترامب ممكن نلاقي حرب اقليمية بجد ممكن والد لكن خلينا نحسبها صح الادارة الامريكية ماذا تريد في المنطقة الحالية تريد اولا استمرار النظام الاقليمي على حاله بهذه الطريقة لا تصعيد اكثر من ذلك لا توسع على الحرب لماذا مصالح الولايات المتحدة في المنطقة كثيرة لو اشتعلت حرب اقليمية يعني انت تستطيع ان تشعل النار لكن لا تستطيع ان تطفئها انت لا تعرف النتائج مسبقا من هذه الحرب اذا ما اشتعلت بين ايران والاحتلال الاسائل بالشكل الكبير وتوسعت نتحدث عن جغرافيا وحدود برية مساحات في العراق في سوريا في لبنان لازم تتجاوزهم الاحتلال الاسرائيلي وايران كذلك وبالتالي هناك صراع على ارض عربية طيب ستسلم الولايات المتحدة من الامر اذا ما شاركت مع الاحتلال الاسرائيلي او لم تشارك هي بالمجمل وفي الاخر الولايات المتحدة هي الدعم الرئيسة للاحتلال الاسرائيلي مصالحها وقواعدها العسكرية الموجودة في منطقة الشرق الاوسط كبيرة جدا سواء في الامارات في الخليج العربي في الكويت وفي الامارات في قطر في البحرين في كل الدول العربية حتى في العراق حتى في سوريا لديها قواعد ولديها مصالح ولديها سفرات ولديها رعاية وبالتالي تشعر الولايات المتحدة بانه لو اشتعلت حرب كبيرة في المنطقة ستكون ليست في صالحها لأن المصالح ستضرب حتى لو لم تضرب مصالح الولايات المتحدة عبار النفط في المنطقة عندما يتم استهدافها بهذه الوضعية وبهذه الشاكلة قد يكون هناك خطرا على الاقتصاد العالمي الذي تسيطر عليه وتهيمن عليه الولايات المتحدة باعتبارها هذه المنطقة سوء للولايات المتحدة حطت منظومة ثاد بجنود أمريكيين في منطقة الشرق الأوسط لحماية مصالحها في المنطقة أولا ولحماية الإسرائيل ثانيا وبالتالي الولايات المتحدة ولا بتستعد هي يعني الاستعداد دائما موجود في هذه الحالة وفي أي حالة الاستعداد موجود لدى الولايات المتحدة لكن في حال اشتعال الحرب لذلك أنا أعتقد أنه إيران حتى على الجانب الآخر عندنا تنظر إلى إيران تجد أنه إيران كدولة يعني تحاول أن تتجنب الحرب لأنها أيضا تشعر بخطر على مشروعها يعني ضربة متعتبرش نصر لإيران كما يقال ضربة الاحتلال إسرائيل لإيران ليست نصرا ولكن إيران تحاول أن تسوق أنها نصرا تحاول أن تسوق حتى يعني تخفف من العبء الداخلي المطالب الجماهيري أنه يجب عليها أن ترد وبالمناسبة هذا حق طبيعي لكل دولة أن ترد إذا ما تم استنادا إلى الفصل السابع في مثاق الأمم المتحدة من حق من حق الدول التي يتم الاعتداء عليها حشد الدول أيضا يعني في الفصل السابع في المادة تسعة وثلاثين واربعين ووحد واربعين الفصل السابع ينص بشكل صريح جدا من حق الدول الدفاع عن أراضيها وعن سيادتها وحتى سفراتها تم الاعتداء على سفرتها في سوريا وتم الاعتداء على قيادات عسكريين كبار جدا في سوريا مرارا أيضا تم قتل إسماعيل هنية في داخل سوريا في داخل إيران وبالتالي هناك انتهاك للسيادة الإيرانية بكل المعاني ولذلك إيران مضطرة أن ترد حتى لو لم ترد بالشكل الذي يريده الجمهور الإيراني أو حتى الجماهير أو الحلفاء أو الوكلاء لها هي أيضا مضطرة أن ترد حتى تقوم بقصباتها ده يا دكتور أسامة الضربة الإيرانية كانت سوريا والضربة الإسرائيلية أيضا سوريا ده ما يدي لكش شعور أو شكل لحظة أنه في اتفاق ما بين الأطراف الثلاثة في الموضوع اللي هي إيران وأمريكا وإسرائيل يعني كل الضربات سورية بعض الشيء ومش اتفاق مكتوب لا مش اتفاق يعني بينه وبالبعض يعني هو عبارة عن هو اتفاق ضمنه مفاوضات سرية زي ما قلنا في المقدمة يسمى هدف اللي داكت خفض درجة التصعيد حفاظا على ماء الوجه من الطرفين كل واحد يعني يضرب في حدود لا يتجاوز الخطوط الحمراء لا تضرب ولا تستهدف المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية وإيران عندما استهدفت استهدفت بعض المواقع العسكرية التي أطلقت منها عملية الاغتيال لحسن نصر الله وعملية الاغتيال لسماعيل هنية وعملية الاغتيال للسفارة في السفارة الإيرانية في سوريا كل هذه المواقع العسكرية تم استهدفها وتم إبلاغ الولايات المتحدة بذلك يعني من خلال وسطاء تم إبلاغهم أننا سنضرب هذه المواقع حتى يكون هناك علم بأننا لا نريد التصعيد الاحتلال الإسرائيلي نفس الشيء فعل ذلك والولايات المتحدة لاحظتم بارح عندما خرج تصريح من الولايات المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب خلص ولكن على إيران أن لا ترد حتى لا تتوسع الحرب أكثر من ذلك وأنا أعتقد أنه إيران لن ترد بالشكل الذي يعني يريده جمهورها ولن تحاول تصعيد الأمر لأنه أيضا يعني الصين ليست يعني بواردها الآن أن تفتح حربا مفتوحة في المنطقة لأنه الجميع خائف من ليس من إشعال الحرب خائف من نتائج الحرب أي نتيجة للحرب لن تكون في صالح أحد هل هيكون لدى تأثير بقى على غزة ولبنان؟ طبعا نحن يعني جزء نحن نؤثر ونتأثر غزة ولبنان هي جزء من منظومة إقليمية وجزء من منظومة العربية وجود حماس إخواتنا في حماس في غزة أثر على القضية الفلسطينية وأعادنا إلى الوراء سنوات طويلة جدا لو كان هناك وحدة حال واتفاق داخل فلسطين موحد تحت سيادة سلطة وطنية فلسطينية موحدة استنادا إلى الاتفاقيات الدولية أنا أعتقد أنه سنضع نتنياهو ومجموعة العصابة اللي معاه في خندق الضغط الدولي أنا أنت المسؤول عن هذا لكن هذا الوضع الذي نحن فيه بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي أولا تهرب من كل الاستحقاقات السياسية ودعم فكرة الانقسام الفلسطيني وللأسف قوة إقليمية هي التي عززت الانقسام الفلسطيني يعني تجد أن بعض الدول بدون تسميات طبعا تجد هذه الدولة تدعم هذا الفصيل يتفضل خليك ما تتوحدش لأن هذه نقطة التقاء نفس الأمر في لبنان نفس الأمر في لبنان دعم هذا الفصيل على حساب الدولة اللبنانية الشقيقة وبالتالي نفس الأمر في غزة نفس الأمر في اليمن نفس الأمر في العديد من العواصم وبالتالي أدى إلى الانقسام وإظهار قوات هنا وهناك هو الخلاف الفلسطيني الفلسطيني أرجع القضية الفلسطينية لمسافات كبيرة وراء لكن خليني أقول حضرتك أنا بسمع تصريحات دلوقتي بعض التصريحات أنا هكلم تحديدا على غزة يعني طبعا هما انسحاب شارون من قطع غزة هما معتبرينها خطأ فادح الإسرائيليين وهم بيحاولوا يرجعوا ده وابتدينا نلاقي أنه هناك اتفاقات مع بعض المستوطنين الإسرائيليين أنه هما خلاص غزة هترجع لمستوطنات وأنه هما مش غلاف غزة داخل غزة أنه هما حيبتدوا يبنوا ويبقوا داخل غزة وكل الكلام أنه خلاص غزة بقت معهم حتى ترامب قالك يعني كان تصريح في غاية الغرابة أن أنا حرجع غزة تبقى موناكو الشرق طبعا مش بالفلسطينيين طبعا بالزبط يعني يعني خلينا نحسبها حزبة سريعة كان فيه هناك اتفاق اسمه أوسلو في عام 1993 هذا الاتفاق وقع يعني بصعوبة بالغة وقعته القيادة الفلسطينية في عهد الرئيس الرحل وده كان خلاف بين القيادة الفلسطينية وحماس نعم اتفاق أوسلو في هذه اللحظات وفي هذه الفترة كان هناك طيارين في الاحتلال الإسرائيلي الليكود والعمل حزب العمل اليساري أو الصهيوني بقيادة رابين في ذلك الوقت استعان بمنظمة التحرير واستعان بالداخل الفلسطيني ليقوم العرب 48 اللي بيحملوا الجنسية الإسرائيلية لأنه في نحو 2 مليون فلسطيني أيضا في داخل يافا وفي حيفا وفي هذه المناطق وفي عرابا وفي كل المناطق الفلسطينية التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي كمواطنين أصبحوا هؤلاء يشكلون نسبة 20% ولهم صوت كبير جدا في الكنيسة وبالتالي يستطيعوا التأثير لذلك دعموا حزب العمل ليفوز في الانتخابات لأنه كان فيه هناك تعادل في الأصوات في انتخابات سنة 88 دعموا حزب العمل بعد أربع سنوات ليفوز رابين بناء على اتفاق غير معلن في ذلك الوقت ما بين منظمة التحرير وبين ياسر عرفات وبين رابين طبعا كان سريا جدا مقابل أن يكون هناك دعم لرابين يكون هناك اتفاق أسلو تم توقيع اتفاق أسلو هذا الاتفاق شكل نقطة انطلاق بحلم فلسطيني لبناء دولة فلسطينية على حدود 67 وبمباركة مصرية وعربية وتم دعم هذا الأمر بشكل كبير جدا في حين أنه العديد من القوى الاحتلال الإسرائيلي تآمرت حتى إسقاط هذا المشروع منهم نتنياهو الذي حرض علنا على اغتيار رابين وأغتير رابين من خلاله قال عمير اللي هو كان الجندي المتطرف اليمين المتطرف الذي قتل رابين في 5 نوفمبر سنة 1995 يعني لم يمضى عامين على الاتفاق أو حتى عام ونصف كان قد قتل رابين هذا أدى إلى تحول مصار كبير جدا في العملية بدل من أن تسير في عملية سلام هناك بدأ تصاعد يمين متطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي بالمقابل بدأ التطرف عندنا أننا لا نريد سلام مع الاحتلال الإسرائيلي هذه كلها أرضنا ونحن ندرك كلها أرضنا وقتيل ياسر عرفات وقتيل ياسر عرفات من الاحتلال الإسرائيلي بالضبط يعني لازم نمحي أصله خالص بالضبط وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا كل الصعود من شارون بعد نتنياهو صعد أيهود باراك لمرة واحدة ومن ثم سقط أيهود باراك وكل الذين صعدوا بعد أيهود باراك شارون دخل بانتفاضة شارون هو اللي بدأ انتفاضة الألفين زي تذكروا بعد شارون أجهود أولمرت ثم نتنياهو ثم نتنياهو ثم نتنياهو ثم نتنياهو ثم نتنياهو ثم بنت رئيس الوزراء الذي استمر فترة قصيرة جدا ثم نتنياهو مرة أخرى إذن كل الذين يحكمون إسرائيل من عام 2000 حتى الآن هم يمين متطرف وعملية اليمين المتطرف تتصعد لماذا؟ لأن المجتمع الإسرائيلي مركب كما قلنا مسبقا وهو معروف مركب من أشكناز وزفاردين ومن العرب المروق اللي بقول عنهم المغاربة والفلاشة اليهود أثيوبيا وبالتالي التركيبة هذه إضافة إلى يهود شرق أوروبا الأشكناز أيضا لكن شرق أوروبا هناك تناقض كبير بين كل هذه الفئات أكثر الفئات المتشددة في الاحتلال الإسرائيلي هم اليهود العرب لماذا؟ لو تفككت إسرائيل الآن لحظي في 7 أكتوبر أكثر من مليون إسرائيلي هربوا إلى دول أوروبا لماذا؟ لأنهم مجلسيات أوروبية لو تفككت إسرائيل حلموا حلموا ويرحلوا طب العرب وين يروح؟ المصري اليهود المصري وين يروح؟ حيرجع؟ مش حيرجع المغرب وين يروح؟ حيرجع؟ مش حيرجع الإماراتي، اللبناني، اليهود السوري، اليهود العراقي، اليهود الكويتي وين يروح؟ اليمني لسه من فترة كانوا جايبين يهود يمنين وبالتالي هؤلاء متشددين حتى لا تسقط إسرائيل بأي حال من الأحوال يقاتلون حتى تبقى إسرائيل وهؤلاء يتشددون بن جفير أصول بن جفير من أين؟ يهودي من يهود العراق يهودي عراقي هذا هو التشدد الحقيقي ووزير خارجية إسرائيل في فترة كان يهودي عراقي بالضبط عراقي العديد منهم من العراق ومن المغرب ومن اليمن وبالتالي نحن نتحدث عن تزايد في عملية التطرف هؤلاء ثقافتهم شرقية وعند الإنجاب تجد الأشكنازي يخلف طفل هل ممكن يكون فيه طلقات لخطة التلمين المتطرف خصوصا في الضفة؟ نعم في الضفة وفي غزة فيه هناك عملية خطط عرضها نتنياهو على التلفزيون إذا بتتذكروا شفتوا في العرض الأخير حتى في الأمم المتحدة وحتى في الخرائط اللي عرضها بلا غزة يعني إسرائيل فش فيها غزة يعني مسحة غزة عن الخريطة وأيضا عاد مرة أخرى ومسحة ضفة عن الخريطة يعني قدم خريطة إلى العالم في الأمم المتحدة بلا غزة وبلا ضفة كلها إسرائيل وهو يخطط بالمناسبة ثم عاد مرة أخرى وعرض خريطة كبرى في إسرائيل الكبرى والتي تشمل من النين إلى الفرات وهو يعني يضع الخريطة ويرسمها بشكل كبير جدا ونشرت في أكثر من مرة على يعني من خلال مراكز أبحاث لدى الاحتلال الإسرائيلي يريد التوسع إلى لبنان والتوسع إلى سوريا والتوسع إلى العراق والتوسع إلى سيناء والتوسع إلى الأردن والتوسع إلى السعودية وصولا إلى حدود خليج الشط العرب من ناحية الكويت وبالتالي نحن نتحدث عن يمين متطرف يؤمن بعقيدة متطرفة من الذي يتماهى مع هذا الشخص وهذه المجموعة المتطرفة اللي تفضلت فيه ترامب ترامب يعني إذا بتتذكر أعتقد مرة طلعت من فترة عندما صعد نتاني تلك ترامب هو جاء لفترة سيسقط وفعلا سقط في ذلك الوقت إذا بتتذكري سقط ترامب لأنه يعني في بعض الأمور كان هناك عليها جدل كبير لكن كل الظروف دلوقتي مش ضد ترامب مع ترامب لأنه لو صعد ترامب هو لا غال احتلال الإسرائيلي وده المتوقع وغازلهم طال أنه يجب أن تتوسع حدود إسرائيل ضفنا الكريم دكتور أسامة شعث الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية دايما بنحب نسمع تحليلاتك وأعتقد أن الموضوع لن ينتهي في فترة قصيرة يعني لسه ممتد أمان شوية لكن نتمنى الخير للعرب إن شاء الله نشكرك شكرا جزيلا نورتانا يا دكتور نطلع للفاصل طبعا الجواز دلوقتي بقى صعب جدا 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 طبعا عشان تكاليفه بقى تغالية وبجدا لا يكون فعون الشباب المقبلين على الجواز لو فاضل لسه شباب مقبلين على الجواز ومن وقت للتاني بتظهر مبادرات وحملات ليها علاقة بالجواز وشكل الجواز والعادات والتقاليد بتاعتنا يعني في فترة سمعنا عن مبادرة بالطالب بإلغاء الشبكة أو على الأقل ما تكونش ذهب وفي مبادرة تانية بالطالب بتقليل الطالبات اللي بتبقى على العريس وغيرها وغيرها من المبادرات بصي يعني أنا عايزة أقف عند حتة ده دلوقتي الموضوع يعني اتفاق بين الاتنين يعني بقوا معرفش هل دلوقتي لسه يعني الاتنين بيعملوا بيتهم مهيارتهم بيسيبوهم يعملوا بيتهم يعني لا يعني ماما وخالته وتيتا وجران بيشاركو في إنه الشبكة تبقى إيه ما هي دي المشكلة هو الجواز فرحة وتبقى يعني عالتين بنسب أو دم مع بعض وكده لكن اللي بيبوز الموضوع بشكل كبير جدا الطلبات سواء بحنتكلم على فكرة أنا مش بتكلم بس على أهل العروس وأهل العريس كمان يعني ممكن الاتنين بتبقى طلباتهم زيادة شوية الطلبات دي بتبوز الجوازة خالص فممكن لو الجوازة كانت مشيت تبقى عيلة كويسة وعيلة جميلة وحاجة جميلة فبنقول للأهالي ارحموا الشباب شوية يعني أي الشاب عايز يتجوز ويفتح بيت ده بقى حلم بالنسبة له وحلم صعب المنال على فكرة لأن الدنيا بقت غالية جدا يعني غلاء المعيشة بقى زيادة قوي وموضوع الجواز ممكن يبقى أبسط من كده مش لازم التلاجة تبقى تلاجة مش عارفة مش لازم البوتجاز يبقى بوتجاز عمل ازاي مش لازم يبقى فيه مايكروويف مش لازم يبقى فيه تكيفات مش لازم يبقى فيه الفرق بين جواز زمان وجواز دلوقتي أهلا بك أهلا بحركة أهلا بحركة أهلا بحركة أهلا بحركة منعورنا منعورنا نحن كنا لسه بنتكلم قبل الهوى أنت خريج علام مضبوط فكرة المبادرة جات لك منين وبقى لها قدرين تمام أنا الفكرة نفسها يعني جات من زي أخد من كلام حضرتكم كده فكرة التكاليف الباهزة الكبيرة جدا اللي بقت موجودة الفترة دي بشكل كبير وبشكل المبالغ فيه ويوصل الأمر في بعض المحافظات وبعض الكرة إن ممكن الحاجات توصل لحاجتين يعني اثنين بوتجاز واثنين تلاجة أبلا؟ اه طبعا مش عارب دي جديدة دي دهب 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 وكيلو دهب وحاجات معينة اثنين بوتجاز واثنين تلاجة بزبط بزبط أسلامك بيقول لي الأجهزة كمان بتجمع يعني بيعملوا بيهم ايه يعني أنا لو حبق حبق على بوتجاز واحد مش حبق على اثنين وأنا كنت جاي مع الكابتن البلوصاني كمان بيقول إن في بعض البلاد ممكن كمان بيجيبوا حاجات ليه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ من هنا إن إحنا إزاي إن إحنا نوفر بقدر الإمكان ونحط فئات مختلفة وكاتجريز مختلفة الناس تقدر تختار ما بينها بحيث إن هم يكيفوا الميزانية بتاعتهم على المتاح مش العكس مش هنكبر الميزانية علشان نرضي الناس لأ أستاذ أحمد معلش شوء أعايز أقف معاك يعني هي جوازة بتحصل أنا ظروفي ماشي مع ظروفك من غير بقى شخصيتي ماشي مع شخصيتك أو لأ؟ لأ طبعا مهم جدا ده جانب المعنوي اللي إحنا بنوفره وجانب المادي أنا شايفه هو اللي داخل هل ميزانيتي تمشي مع ميزانيتك؟ لا كده أنا بعمل جمعية؟ أو أنا رائحة أشتري أحب؟ يعني هو جاي مثلا عندو ميزانية معينة يتجوز بها جايب العروسة؟ جايب العروسة لوعن؟ يعني هم مكفتين قريبين هم مكفتين على ميزانية معينة يجيوا بقى المبادرة إحنا نزوي يكيف الميزانية دي بنائعا على المتاح مش بنائعا على أهل العروسة يريدون هو يعني انا رستي اهي وانا معي خمسين الف جنيه مزبوط وعايزك جاوس فانتوا تساعدوه فاحنا نساعد بقى كاملوه اي بقى احنا ندير الميزانية دي بشكل كبير من اول التكاليف وحتى بنساعده من اول شقة والتشطبات اه اللي عفش بتساعدوه ازاي؟ بنحاول احنا نوفر كل الوسائل اللي احنا عندنا الحمد لله شبكة تعلاقات كويسة جدا على مدار على مستوى القاهرة والجيزة هل بتتفقوا مع محلات معينة او كده ولا بتبقى حاجات مثلا مستعملة وبتعيدوا بيعها لا لا احنا عندنا الحمد لله شبكة علاقات كويسة على مستوى القاهرة والجيزة حاولنا احنا نوفرها الفترة اللي فاتت مثلا اكتر من 13 او 15 حد بيوفر الخدمات المختلفة من عفش وغيره تعملوا ديلز معينة دراستك في الاعلام يعني انت مش خطبة يعني ما بتوفعش راسين في الحلال لا 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 خالص طبعا انا بوفر الظروف الكويسة عشان الجوزة دي تتمي بشكل وغيره بلوجيستيات ايضا بزايا فيش فيه مانج للفرح احنا بنانج بقى طب دي فترة حلوة قوي بزيهايلة اه اول الشقة لغاية الفرح احنا معاك كل البروسيس نوفر عليك الوقت والجهد والضغط طب انتو فريق قد ايه احنا مقويين مثلا من خمس لعشر افراد بنات وشابات اه بالضبط بالضبط يعني فيه ناس مسؤولة بقى عن جسد السوشيال ميديا واحنا عمد الله برضو بدلا نشتغل على الموقع الالكتروني دلوقتي عملنا نسخة تجربية بنتور فيه وابليكيشن بإذن الله برضو حد بقى بيشتغل على فكرة اللي هما يتابع مع الناس المستفيدين من مبادرة وغيره وحد بقى بيشتغل على فكرة الجزء التشغيلي بقى زي ان احنا نوفر الحاجات اللي هي تساعد الناس ان هما يبقوا شقة طبعا انت بتتكلم على شقة ايجار ايجار طبعا وانه هو عايز تمليك برضو متاح مفيش مشكلة لان نساعد برضو في ده بس طبعا دايما احنا بننصح ان صعب قوي شوية تمليك الفترة دي فانتو عشان نسهل صعب اي دا مستحيل طبعا سمعت ان فيه تأسيد ده حقيقي احنا بنوفر ان شاء الله الفترة الجاي بنشتغل مع اكتر من شركة اللي ما بيشتغلوا في السوق بشكل كبير نحنا نوفر تأسيد برضو حتى بيبقى زيوا فوائد وحتى قصات بسيطة جدا بحيث ان احنا نسهل على الناس حتى لو مش معاك البدجت الكبيرة دي لأ ممكن كمان تدفع شهريا اللي ممكن يناسبك تكلفة الجوازة بشكل عاميا وده الجزء المادي اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو الجزء انا بعتبر جزء البسيط في اتمام الجوازة المفروض اه والله عظيم احنا بنوفر بقى جزء المعناوي كمان شوية استشارات وورش ميسرة للمقبلين على الزباك ازاي ان هما يختاروا بعض ازاي ان هما يديروا خلافات مع بعض ازاي ان هما يربوا تربية ايجابية وتربية سوية لان نسب الطلاق في مصر بقى فعلا رقم يخد ضخم كلكم متطوعين كلنا متطوعين اه حط الان يعني مبادرة بقى لها قد ايه احنا دلوتي خمس شهور فعليا او ست شهور واحنا كنا بنناس سألها او بنحاول نحاول نحن نوفق الدنيا في 2029 ويبدأ ان فعلا تأول با عشرين وجوزت قد ايه يعني ما يقرب من عشرة او اكتر عشر يعني خمسة كابلز اه بالزبط ولا عشرة كابلز عشرة كابلز بالزبط اه طب ده رقم كويس اه الحمد لله طيب اهل العريس والعروسة يعني بيبقوا موافقين على اللي بيحصل ده طبعا لانه انا خرجت من تحت طحم جلت جيت لكم صحيح صحيح ده جزء مهم جدا ان احنا بنوفره برضو في الاستشارات النفسية انه لازم يبقى فاهمين انه ان فيه علتين بيتجاوزوا ولازم المتفاهمين ان المضاء بقى صعب جدا وان التكاليف كل يوم بيزيد وحاولوا يستبعبوا معنا الفكرة دي بقى ان هما يسهلوا الدنيا بايتلبوش طلبات كبيرة وفي نفس الوقت يتقبلوا الافكار الجديدة اللي احنا بنترحها الجوازات اللي جاوزتوها كانوا متعاونين الاهالي اه اه الحمد لله بنسبة جميلة سؤال سؤال شخصي هل فيه كابلز وفقوا يلغوا النيش ايوه ايوه موضوع ده بقى اتقلق يعني ممسي معضلة بقى لها سنين ده حقيق فيه جاوزهم غير نيش اه الحمد لله طب فيه تقدم والله بقى يستعبضوك لو حد عايزي بيعلكوا نيش ده ايوه تاخدوه استعمال بزيعين وحد والله مش مستعمل ولا ولا الكبات اللي جوال اي حاجة جد طبعا انا خدمة دي وفارة مخصوص لحظة استعمال جد هو فعلا بقى حاجة فعلا كبيرة وضخمة وتكاليف فعلا يعني كبيرة عن الناس الحمد لله بنوفر دلاتي ان شاء الله برضو حاجة بسيطة قوي اسمها قد الجواز دي مسابقة فيه اربعة كابلز مثلا بيشتركوا في المسابقة دي واللي بيفوز منها بياخد خاصن اضافي من 10-20% على قيمة الجواز كمان بشكل كبير يعني دي المسابقة الجواز عبارة عن ايه اسمها قد الجواز الجواز عبارة عن ايه الجواز عبارة عن الجواز الجواز عبارة عن خصم اكتر على اللي هم ياخدوه من 10-20% على تكلفة الجوازة كلها طب حلو يا السيد احمد شكري مقسس مبادرة جوازني نورتنا وكتر خيركم حقيقي شكرا شكرا وكتر خيركم وفكرة رائعة وندعمكم ان شاء الله السيد احمد جاب لنا شكولاتة عشان الجواز برضو شكرا لها عليكم يطلع فاصل يلا وبعدين عندنا الموجز موجز يلا يا صباح الفل صباح السعادة على كل مشاهدين اهلا بحضراتكم فاكر جديدة من صباح البلد الحقيقة ان احنا النهاردة هنتكلم عن مشكلة مهمة جدا وهي مشكلة فشل الحقن المجهري ولكن النهاردة هناخد المشكلة دي ونحلها من الجانب الزكوري شوية نتكلم بالتحديد عن فشل الحقن المجهري بسبب الرجال هيتكلم معنا النهاردة في المشكلة دي دكتور احمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وتأخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة اهلا بحضرتك دكتور احمد صباح الفل صباح الفل عليك دايما يا دكتور مشاكل فشل الحقن المجهري بيبقى ليها طبعا طرفين ولكن خليني النهاردة نهتم بالجانب الزكوري شوية هو الحقن المجهري اولا هو ليه ثلاث اطراف مش طرفين نمر واحد الزوج بناخد منه الحامنوي نمر اتنين الزوجة بناخد منها البويضة ومننساش الطبق بقى المعمل نفسه المكان المركز اللي هو بياخد الحامنوي البويضة ويحقنهم في بعض وطلع لنا اجنة نزراحها عشان يحصل بعد كده حال فاحنا عندنا ثلاث اطراف بيشتركوا في هذه العملية فاقيه اللي ممكن يكون السبب في فشل هذه المنظومة يبقى عندنا احتمال من ثلاثة ياما العيب في الحامنوي ياما العيب في البويضة ياما العيب في المكان نفسه اللي احنا بنعمل فيه الحقن المجهري فهنا بنبتدي بقى ايه فكرة الفشل وتكرار الفشل إمتى نقول إن الحامل ميجاري فشل لو إحنا أولا يعني فشلنا إن إحنا يعني كنا محضرين الزوجة وفشلنا إن إحنا ناخد من الزوج حيوانات منوية هنا ده يعتبر نوع من أنواع الفشل لو إحنا أخدنا حيوان منوي وحقناه بالفعل في البويضة وما حصلش إخصاب ده نوع من أنواع الفشل لو حقنا وحصل إخصاب بس حصل توقف في الإنقسام ده بنعتبره فشل في الحامل ميجاري أو لو الزوجة نقلت أجنة وما حصلش حمل ده برضو فشل فيه الحق المجهري فهنا عندنا كذا صورة الصور دي كلها لازم هتندرك تحت ثلاث أسباب إما مشكلة في الحياة المنوي أو مشكلة في البويضة أو مشكلة في المركز أو المعمل اللي احنا بنعمل فيه الحق المجهري هي احنا إزاي ببساطة نقدر نعرف المشكلة فين ببساطة كده بدون ما ندخل في التفاصيل وعلم وكلام من ده ببساطة الزوجين دول رايحين يعملوا الحق المجهري ليه؟ هل لأن المشكلة في الزوج ولا المشكلة في الزوجة؟ يعني من الأساس إحنا وجهناهم لهم جماعة خلاص مفيش كده أمل أن يحصل حمل طبيعي إحنا محتاجين نعمل حق المجهري هل لأن الزوج فيه مشكلة؟ لو الزوج هو السبب في أن احنا نطلب منهم أنهم يعملوا حق المجهري يبقى المتهم الرئيسي في القصة دي هو الحياة المنوي ده منطق مش طبا يبقى لو حصل فشل يبقى بسبب؟ غالباً هيبقى السبب هو الحياة المنوي طب لو كان السبب في أن احنا نعمل حق المجهري هو الزوجة فغالباً المتهم الأساسي هو البوايدات لو كل حاجة سليمة وارد جداً أن المعمل أو المركز ده ما كانش كويس قوي وما قدرش طلع لنا أجنة كويسة جداً عشان نوصل ليه حق المجهري كويس فهنا نقدر نستشف فيها فلو افترضنا أن احنا راحين عشان الحق المجهري بسبب الزوج يبقى هنا المتهم الرئيسي هو الحيوان المنوي وهنا بقى ده بيبقى ليه أسباب كتير قوي أولاً أولاً لازم ناسي بقى فهمة أن الحق المجهري بيتم عن طريق الشكل يعني أنا بناء الحق المنوي بالظاهر بالشكل بتاعه إنما أنا ما دخلتش جواه يعني أنا بشوف شكله كويس بشوف حركته كويسة فهبتدي أنا أختاره إن أنا أحط جواه البوايدة اللي أنا برضو مختارها بالشكل إنما ما حدش دخل جواه تفاصيله وبالتبعية أنا باخد أفضل حاجة ظاهرياً وحطها في البوايدة بالنسبة لي برضو أفضل حاجة ظاهرياً واستنى يطلع من دول جنين ممكن الجنين ده يكون ظاهرياً شكله كويس إنما هو من جوا جينياً فيه مشكلة وده اللي بيخلي إن نسب نجاح الحق المجهري مايش عالية لأن احنا اكتشفنا إن تقريباً ما يقرب من تلتين الأجنة اللي بيخرجهم في الحق المجهري بيبقوا جينيتكا ليه أو من ناحية الجينية فيه تشوهات فمن رحمة ربنا بينا إن نسب نجاح الحق المجهري مايش عالية عكس ما الناس بتظنوا الناس متخيلة إنه لازم الحق المجهري بقى أنا خدت الحمانة ده غصب عنه وحقنته غصب عنه في البويضة وعند جنيه وزرعته وعملت كل حاجة لازم بقى الستة تحمل خالص ده أحياناً ده بيقول لها حق من رحمة ربنا بينا إنه ما بينجعش ليه لإن إحنا ممكن كانت تحمل في حاجة هلامية كده كأن خرافي يعني فمن رحمة ربنا بينا إن الأجنة دي اللي مش مصبوطة دي الزجة ما بتحملش فيها فهنا القضية بقى بتبقى في التحدي إزاي مش إننا أعمل حق المجهري بس إن أنا أزود من نسب وفرص نجاح هذا الحق المجهري فلازم قبل ما أدخل لازم أحضر فهنا أول سبب أول سبب وأهم سبب في فشل أو في تكرار فشل حق المجهري هو الاستعجال في عمل الحق المجهري إيسي بقى على ده ناس كتير قلي الناس اللي يقول لك إيه عشان مجرد إن العدد عندهم قليل إل حقيعمل حق المجهري مجرد إن العيان تحليله زيره لأ ده إحنا نعمل لك عيانة خصية ونعمل لك حق المجهري أو لمجرد إنهم بقال لهم سبع سنين يعني أحياناً بيكون السبب الوحيد إن أنا أوجه الزوجين للحق المجهري هو طول فترة الجواز يعني بقى لك سبع سنين ومرتك ما حملتش لا إنسى 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 أعمل حق المجهري بقال لهم خمس سنين لا 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 يقول لك روح أعمل حق المجهري فدي كلها أسباب وهمية الاستعجال في عمل الحق المجهري هو ده أهم وأخطر سبب يؤدي إلى فشل الحق المجهري ولو استمرنا في العند وفي تكرار نفس المشكلة هيبقى عندنا تكرار في الفشل يعني أنا قاعد بعيد وأن نفس الأجنة اللي أنا عاملها بنفس الحامنوي بنفس الدجنيف الخاطئ وزرع مجمد وبرضو بيفشل ده أنا يا دكتور عملت فرش وعملت تلاتة مجمد كده بقيت عمل أربع مرات وبرضو فشل ما يا فندم البروست بدأ من الأول غلط ما هو الحامنوي اللي أنا استخدمته في الأول هو اللي نتج عنه هذا العدد من الأجنة إنت قسمتهم وكلهم ما نجحوش وبالتبعي هنا أنا نصحتي إن أول حاجة ما نستعجلش ونروح نعمل حق المجهري حتى لو أنا تحليلي زيرو حتى لو أنا عندي العدد قليل حتى لو ما نجاوز بالي عشر سنين كل دي مش مبررات لازم الأول أتعالج على الأقل لو ما حصلش حاملة طبيعية لو أنا حتى ما أتحسنتش في الظاهر فأنا بحسن من كفاءة الحامن ما أنا أقول لنا باستخدمه في الحامن يعني حالات كثيرة جدا جدا هو إحنا ما عملناش حاجة هو الآن أخذ علاج يعني عمل حامن مجاري وفشل بعد كده جه إحنا وقفنا عملنا فحوصات قدرنا نمسك بعض النقط قلنا هنشتغل عليها اشتغلنا عليها ما بقولش إنه حصل حاملة طبيعية وإن كان فيه ناس بتفاجئنا بدأ يعني فيه والله ناس بعد فشل حامن مجاري بتحمل بشكل طبيعي عشان يا دكتور كانت البداية اللي هما بشين فيها أصلا غلط هي دي دايما البدايات الغلط أولا طريق طويل مهلك نفسيا مهلك ماديا وفي الآخر ما بوصلش في حين إن أنا لو بدأت صح أكيد أنا بوصل بسرعة جدا وبوصل للنتيجة اللي أنا عايزها بأقل مجهود فهنا يا جماعة مش لازم أنا ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني أنا مش لازم أعالجك عشان زوجتك تحمل طبيعي إنما أنا ممكن أعالجك علشان كفاءة الحامن وتتحسن عشان أزود من فرص نجاح الحامن المجاري فأنا أول حاجة ما نستعجلش نمرة اتنين لو الزوج فيه المشكلة لازم دكتور زكورة دكتور زكورة مهمته الأساسية التشخيص التشخيص بصي الدكتور يعني تشخيص أنا ده مصمم على الحالة دي ويعني بقى كلما حد يقبني يقول لي كده الدكتور والتشخيص أقول له كويس أو الناس بدأت تحفظ الكلام لأن فعلا إيه الفرق بين الطبيب وبين أي حد تاني إن أنت حاجة بالجيني بتقول أنت عندك صداع أنا كدكتور لازم أعرف إيه سبب الصداع وهو ده التشخيص ومنتهى البساطة لازم سبب وإلا لو أنا قلتلك روحي خدي مسكن طب ما أنا بقيت زي زي غيري خلاص الصيدلة هيديك مسكن إنما أنت لما تجيني وقولك ده سنتي عندك مشكلة كذا هي اللي عامل الصداع يبقى أنا لو حلت المشكلة دي أنت بتخلصي من المرض بساكل نهي فأنا النهاردة عندي زوج عنده ضعف في الحيوان منوي كشكل سواء عدد أو حركة أو تشوهات أو عنده حتى ضعف في كفاءة الحمان ونفسه في الحالة دي لازم الزوج يتعالج عشان أزود من فرص نجاح الحق المجال وبعدين كمان طلع يعني بقى لنا فترة فيه تحليل ظاهر جديد اللي هو تحليل تكسر المادة الجينية ده كمان بقى بيفصر لنا إذا كان الفشل ده من الزوج ولا مش من الزوج لأن فيه حالات بيبقى تحليل السامنة بتاعها كويس التحليل ده يا دكتور حضراتكم اللي بتعملوه في مركز الزوج في مركز طبع مركز الحقني بتعمل وموجود مش حاجة يعني صعبة ولا حاجة وتحليل السامنة وعادي بس أنا قصدي فيه أحيانا بيقولك طب ما تحليل السامنة كويس والدكتور أكد لأنه ممتاز وخدنا علاج ودخلنا نعمل حان مجالي وبرضو فشل هنا بنلجأ للنوع ده من التحليل اللي هو تحليل تكسر المادة الجينية ده ممكن يفسار لليه على الرغم من تحليل الزوج في الظاهر سليم يعني تحليل السامنة بتاعنا لعدد كويس والحركة كويسة واتشاوات ممتازة وعا الرغم من كده الحان المجالي فشل وأحيانا إحنا بنطلق التحليل ده من الزوج علشان نقوله أصلا أنت مسموح لك تعمل الحق ولا يفضل أنك ما تعملوش لأن النسب النجاح فيه أقلب كتير من النسب الفشل فهنا مهم جدا جدا بقى دور الدكتور الزكور هنا طبعا يا دكتور دي حاجة يعني دي حاجة طبعا موفرة جدا في الوقت والفلوس والمجهود والنفسية والطاقة وكل حاجة أن حضرتك من البداية لو عارف أن السكة دي هتوقع مش مضبوطة فهنا بنقول المريض من الأول لازم أوجه المريض أنه يأجل لحد ما يتحسن وبعد كده ندخل فيه الحق من المجالي كمان برضو من الأخطاء اللي بيتموا مرستها دلوقتي ويمكن إيه العينين اللي بتسمعنا هي اللي هتفهم الكلام ده فكرة الاستسهال في أن أنا أقولهم آه ده احنا عملنا مرة واثنين وثلاثة حد المجالي فشل المرة الجاية إن شاء الله هنعمل بعينة من خاصة السؤال ده مرة شنبطله وناخد بقى من الخاصة نعمل بيه حقن مجهاري طب السؤال بقى هنا هي الناس في العادي اللي بتخلف طبيعي, بتخلف بعينة خاصة إلا بالسؤال المانوي بالسؤال المانوي إذا انه نror افضل في الكفاءة الحمان ولي في السؤال المانوي أкий طبعا الالالالالالالالالاللالالس we know اللي في السؤال مانوي اللي نعتده بكل المراحل وهو ده الليه الناس بتحمل منه طبيعي السورة الطبعية السورة الطبعية وبالتبعية النهاردة فكرة ان انا عالج تكرار الفشل بان انا اخد حمانه من الخصية ده اجراء خطأ تماما هو ده ليه اسباب يعني مش كل العينين اللي عملت اكتر من مرة وحصل عندها تكرار فشل انا ما بوجهاش انا تاخد منعينه من الخصية خالص ده ليه حالات معينة في حالات معينة احنا بنتعمل يا بس اللي بتحتاج الاجراء ده اه ان انا اللي بتعمل ده انا بقوله لأ مش هناخد من السائل ده احنا هناخد من الخصية احد اهم الاسباب دي ان يكون عمدي التهاب مزمن اذا ان السائل منوي اللي بيخرج من الخصية ده بيعدي على قنوات فيها التهابات وبالتبعية ده بيأثر على كفاقته في حالة دي انا اللي بقول للعين ما تعملش ابدا من السائل منوي لازم تعمل من عينة خصية لما مش لمجرد انه فشل مرة واثنين وثلاثة اقوله المرة الرابعة بقى نعمل من عينة خصية خالص بتفشل برضو يبقى العين عامل من السائل وعمل من عينة الخصية وبرضو الحين المجرد يفشل لازم العين يتعالج لازم الحيوان المنوي كفاقته تتحسن انا النهاردة قبل مطبخ الطبخة لازم اتأكد ان انا شاري الحاجة نفسها كويسة ولا لو الاكل بايز المنتج انها هيطلع بايز فلو الحين المنوي كفاقته مش كويسة ده بيهدد بيقلل من نسب مجاح الحق المجرد وكمان مالجأش لعينة الخصية ده اجراء خطأ انا بيت بشوفه كتير جدا حتى فكرة ان انا اخد عينة من الخصية ده في حد ذاته احيانا بيكون مؤذي للخصية نفسها في دكاترة يا دكتور ممكن تكون بتستسهل الموضوع ده جدا انا والله بيصعب على العين لان احيانا فعلا هو بتظلم هو العين بيسمع كلام الدكتور زي ما بيقوله له يعني هو بياخده منه بينافزه اكيد الدكتور بقى ساهم اكتر مني اه يعني انا عايز اقولك انا كان عندي مرة عيان وبص اي احسن لما تسأل الدكاترة ايه احسن حالات الحقن الميجاري بالذات في حالات اعدام الحالات المنوية يقولك الناس اللي عندها انسداد لان خلاص دي الناس دي الخصية بتاعتها شغالة اكيد كان عندي مرة عيان عمل مرتين حقن ميجاري فبقوله ليه بنعمل حقن ميجاري طبعا هو تحليله سائل المنو بتاعه زيرو لانه كان عنده انسداد طبعا ايه ده انسداد ده انت احسن واحد ده انت نسب النجاح ستين في المية وسبعين في المية خدوا عيانة خصية مرة واثنين وثلاثة مفيش طب يا جماعة مش نعرف فين مكان الانسداد ما يمكن الانسداد ده يتصلح وبالفعل احنا عملنا اشعة ده اننا نشخص مكان الانسداد اتصلح الانسداد والله في اقل من تسعة عشر مراته قد حامل طبيعي هو نفسه مش مصدق اول تحليل عملناه بعد العملية باسبوع كان الرجل مطلع اربعة وستين مليون من زيرو وبعد مرتين فشل حاني مجال القصد التقني مهم قوي انا بحب اخد دايما الامور في هدوء نمرة اتنين لازم اروح لحد متخصص دكتور زكورة لو هي المشكلة في الزوء جدي دكتور اهم نقطة احنا اتكلمنا فيها النهار نمرة تلاتة لا احنا برضو بقى فيه ممارسات مش مظبوط نمرة تلاتة التشخيص يعني العيان لازم يطلع من عندي من العادة فاهم وصلت لدول انا دكتور ناجح اوكي وقدت اللي علي الباقي كله بقى اخدم بالاسباب وتوفيه ربنا عز وجل الخطوة اللي بعد كده ما نستعجلش لان هي القضية يا اخوان القضية مش ان انا اعمل حقن مجهاري القضية ان انا اعمل حقن مجهاري ناجح القضية ان انا اعمل حقن مجهاري فرص نجاح واعلى ما كل الناس تقدر تعمل حقن مجهاري بحيان ما انا واحد ممكن اعمل حقن مجهاري بس ينجح او ما ينجحش يا دكتور كمان مؤذي جدا على الناس يعني بتعمل يعني أقصى مافوس عها علشان تجيب الفلوس دي علشان بس تبقى مستنية نعمة ربنا عليها وهي الحمل وعشان كده والله أنا دي نصيحتي مش للعينين بس والزمالي اللي هم بيسمعون يا جماعة استعجال في عمال الحان النجاري مش مطلوب مش مطلوب حتى لو الزوجة سنة 40 سنة شوفي بقى أنا هفاجئ جواب كلام حتى لو الزوجة عندها 40 سنة حتى لو الزوجة عندها 41 سنة بيتخدم طبعا 41 سنة نهار بيد احنا ينلحق يا من الحق مش معطارد على مبدأ الحق انا امتى نعمله واحنا كده كده حتى لو عندها 50 سنة وبدأنا غلط مش هنوصل لحاجة في النهاية دكتور للأسف وقتنا خلص مع حضرتك انا واشكر حضرتك جدا على تشريفك لنا النهاردة وعلى المعلومات القيمة جدا اللي حضرتك اديتها لنا النهاردة واتمنى تكون نصيحة حضرتك لكل المشاهدين النهاردة يكونوا فهموها كويس قوي ويستوعبوها ويستفادوا بيها لان زي ما دكتور احمد قال يعني بداية الطريق الصحة هي اللي بتخلينا نكمل صحة علشان ما نخسرش كتير قوي من وقتنا ونفسيتنا وفلوسنا وحاجات كتير قوي والانتظار في حد زيته بيكون مؤلم جدا ان احنا نكون مستنيين نتيجة حاجة وفي الاخر ما نلاقش شكرا جزيلا دكتور احمد العياشي استشاري جراحة الزكورة وتأخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر ليل زكورة نورتنا دكتور احمد شكرا جدا لحضراتكم خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا النهاردة كنت معيكم إلي النجيم نشوفكم بكرا ان شاء الله حلقة جديدة من صباح البلد